رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية قانون إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية خلافا لقرار الحكومة قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بوجوب تجنيد اليهود وذلك مطالبت أيضا الحكومة بتجميد ميزانية المدارس الدينية من المرجح أن يثير هذا القرار الخاص بالمحكمة صدمة في اتلاف رئيس الوزراء بن يمين نيتانياهو كان الكنسة الإسرائيلية قد صوت في 11 من الشهر الجاري لصالح مشروع قانون تجنيد الذي يسعى رئيس الحكومة بن يمين نيتانياهو لتمريره لإعفاء اليهود الحردين من الخدمة العسكرية